المهم من الاجتماع النهاردة بتاع الفريق العبري ليه؟ لأن هذا الكتاب المنتخب اللي حضرتك شفته السيد الوزير أكرمه الله ترجمه إلى 22 لغة سامعني؟ عشان بس يحدش يقولك إيه؟ أنتو فين يا علماء الأمة؟ أنتو فين يا مشايخ؟ والله كفانة مؤنة الرد على الناس ووزير الأوقاف في هذا التصرف وصل رسالة القرآن الكريم ل22 طائفة لغوية مختلفة والنهاردة اللغة العبرية يبقى عندنا 23 لغة تم ترجمة تفسير القرآن وإيه؟ ترجمة مضمونة أمينة من فرق الترجمة الأزهريين يعني خد بالحضرتك المسألة بتتعرض لأكتر من حوالي 17 فلتر علشان يعدي المادة العلمية ديت ويبقى عليها إجماع من اللجنة المشكلة علشان يكتبوا الكلام ده كلام يسوى كتير قوي أنا عاوز أقولك بس اتنين اللغات اللي تم الترجمة لها بعضها يعني عندك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والروسية والصينية والكورية والألبانية والإندونسية والسوحلية والأردية واليونانية وبعدين كمان ده بيدخن عليهم العبرية ده كلام له يعني دلالته وله معناه فأنا عاوز أقول إنه هذا الجهد ربنا بيقول لا تباينونه للناس ولا تكتمونه لابد من التنويه له وشكر الوزير على هذا الجهد العظيم ونقوله جزاك الله خير الجزاء وسيشهد لك القرآن وأنت ومن معك يوم القيامة